السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمة العملاء وما أدراك ما خدمة العملاء خدمة العملاء ده قسم موجود في أي مكان والأي بيزنس مهما يكون حتى لو كان شخص مثلا شغال لوحده كان شخص صنايعي كان شخص عنده بيزنس صغير خالص أو شركة كبيرة أو شركة ملتيناشونال وشركة ضخمة بغض النظر عن حجم البيزنس هو في النهاية أكيد بيقدم خدمة العملاء ممكن تلاقي صاحب العمل نفسه سبقا كان شخص مثلا بيشتغل لوحده هو بنفسه بيرد على العملاء أو شركة أو عيادة أو كيان مهما يكون بيبقى عنده قسم مخصص للرد على العملاء وقد يكون هذا القسم أو الأشخاص اللي بيرد على العملاء نفس الأشخاص دول مسؤولين عن تحقيق مبيعات أو الحصول على عملاء جدد من أخطر الأشياء اللي بتنجح خدمة العملاء طبعا فيها عوامل كتيرة جدا لكن في عامل منهم مهم وده اللي يهمنا دلوقتي أو عاملين مهمين هي أول حاجة عامل السرعة ثاني حاجة إن أنا أرد على العميل بالحاجة فعلا اللي هو بيسأل عليها فمن أكتر الأسباب اللي بتخسر الشركات في خدمة العملاء هي بطء الرد أو حتى ببعض الأحيان عدم الرد يبقى فيه استفسارات كتير ورسائل كتير من العملاء سواء مثلا عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق أي القناة اللي بتواصع لها مهما تكون الواتساب، الإنستجرام، الفيسبوك أو الرسائل اللي هي الفورم بيبعث فورم للشركة أو بيبعث فورم للمكان دوت وبيتأخر خدمة العملاء فيه الرد عليه ولما بيرده ممكن يرده مرة ممكن يتأخره وبعدين فيه الرد على هذا العمل كان الحل المثالي للمشكلة ديت هي حاجة بيسموها الشات بوت دي بتبقى زي برامج ومواقع بتقدم خدمة مخصصة أن أنت بتربطها بالواتساب، بتربطها بإنستجرام، بتربطها بالموقع الإلكتروني عندك العميل لما بيخش يستفسر عن شيء أنت مسبقا بتبقى حاطة ردود جاهزة لهذا الشات بوت أو العميل أو الرد الآلي اللي بيتم عشان يرد على العميل بترد عليه بطريقة آلية لكن بخطوات محددة مسبقا والعميل لو خرج بره الردود أو القعدة أو البيانات أو المعلومات اللي انت هتطاله بيبدأ يحاول العميل دوت ليه شخص بشري أن هو يبدأ يتواصل معاه دلوقتي مع تطور ودخول الذكاء الاصطناعي في الموضوع والمفرق كتير في حاجات كتير بدأ يخش معانا أن خدمة العملة أو الشات بوت يتربط معا الذكاء الاصطناعي بحيث أنه بتبقى الردود بتاعته أحسن وأكثر دقة وأكثر ذكاءا من أن انت تخليه شات بوت طبيعي ومش مربوط بالذكاء الاصطناعي ده مش موضوعنا نتكلم فيه بالتفصيل الكبير لكن دلوقتي حدريكم مثال عملي عن استخدام أداتين قويتين جدا ندمجهم مع بعض ألا وهي الاتمتة بندمجها بالذكاء الاصطناعي ينطلع منها حاجات لا حصرة لها وحلول لا حصرة لها دلوقتي حدريكم مثال بسيط وسريع جدا عن شات بوت مدمج بيئة الزكاء الاصطناعي عملته أنا على موقع أوتوميشن أو أتمتها اسمه موقع NATN بحيث أنه هو يرد على العملاء اللي بتواصله معانا على تيليجرام والشات بوت ده مخصص لمكاتب المحاماة في السعودية وانا ليه بقول السعودية؟ طبعا السعودية أو مصر أو أي بلد مش هتفرق لكن أنا عاوز أوضح إن أنا ممكن بخصص الشات بوت دوت إن هو يكون بيرد على قوانين خاصة ببلد معين وبيرد فيه تخصص معين ما بيخرجش بره التخصص بتاعه ويرد بذكاء جدا على العملاء تعالوا نشوف تجربة واختبار لهذا الشات بوت اللي شغال به الزكاء الاصطناعي لو رحنا على الشاشة زي ما انتو شايفين ده هنا الباك اند اللي هي الحتة اللي على الشمال ده اللي هو الوتوميشن اللي متوصل به الزكاء الاصطناعي بشركة وبين اي 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 او المشهور جدا مش هات جي بي تي ومتوصل ببرنامج زوم إن هو يقدر يحجز اجتماعات على برنامج زوم وفي نفس الوقت برضو متوصل على جوجل ميت بحيث ان هو يقدر يحجز مواعيد على جوجل ان انت تعمل ميتنج او تعمل لقاء مع العميد سواء على جوجل او سواء على زوم طبعا ممكن نديف حاجات تانية كتير لكن ده شيء مبسط عشان نقدر ان احنا نشوف تطبيق عملي لهذا الشات بوت اللي شغال بالذكاء الاصطناعي طبعا برضو في ميزة ان العميل ممكن يبعث لي رسالة نصية او يبعث لي حتى رسالة بالصوت فالشات بوت دوت هيقدر ان هو يحول رسالة العميل اللي هي رسالة الصوتية ويفهم المحتوى بتاعها ويرد على العميل بعد كده ويبعث له رسالة فيها الرد تعالى دلوقتي نبدأ نختبر الشات بوت دوت هنروح على برنامج تليجرام طبعا ممكن يتربط بتليجرام ممكن يتربط بالواتساب ممكن يتربط بموقع الإلكتروني بغض النظر لكن الاسهل والاسرع والاوفر حتى في التكاليف هو موضوع التلي او التليجرام لو روحنا على التليجرام طبعا ببقى لي رابط بتبعته انت العميل او بتحطه على موقعك او ما بيفتحه بيفتح معاه الشات بوت ده زي ما انتم شايفين على التليجرام وانا همسميه مساعد المحامي الزكي طبعا بعد كده للبيزنس هنسميه باسم مخصص لكل بيزنس لكن تعالوا دلوقتي نشوف ونبدأ لهو ضغطنا على كلمة ستارت ده اللي بيظهر للعميل مباشرة بيدغط على ستارت او البدء وبعدين بيبعث له هنا رسالة بقول له السلام عليكم انا انا طبعا الكلام ده كل مبرمج في الخلفية السكرتير الخاص بمكتب المنتصر بالله طبعا بيتغير اسم المكتب والكلام ده كله ازاي كيف يمكنني مساعدتك اليوم هقول له مثلا عندي استشارة قانونية طبعا ان شاء ما انتم شايفين انا كاتب هنا فيه خطأ املائي لكن انا هسيبه على كده والاي اي اي او الزكاء الاصناعي هو هايفهن طبعا رد عليه باللهجة السعودية اكيد حياك الله تفضل بسؤالك القانوني وانا هنا اللي مساعدتك بحاول الله واش هو استفسارك طبعا تشوفه الميزة ان هو بيرد بنفس اللهجة بتاعت الشخص اللي بيتكلم معه انا هقول له مثلا على سبيل المثال انا مش خبير قوي في القوانين في السعودية لكن هجرب احط اي شي كده يخطر على بالي هقول له مثلا قانون تملك مثلا المحلات لغير السعوديين طبعا رد عليه زي ما انتم شايفين بالنسبة لتملك المحلات التجارية في السعودية بين قبل غير السعوديين فحسب النظام السعودي وطبعا رجع هو طبعا للنظام السعودي بقارة البيانات اللي موجودة عنده ورد على العميل حسب الانظمة واللوائح اللي موجودة في السعودية طبعا الهدف ان انا برضو عاوز العميل ده يتواصل معايا فإله لو حابب تفاصيل اكثر او مساعدة في اجراء التأسيس او التسجيل انا جاهز اقدم لك الدعم القانوني هل تود حاجز موعد لمناقشة الامر بشكل اوسع او اذا نعم ارسل بردك الالكتروني واليوم والوقت اللي ينزمك طبعا برضو الكلام ده بتعدل وبتبرمج لكن انا مبرمجه ان هو يحاول يحول العميل دوت ان هو يبقى عميل حقيقي او استفيد منه ويبدأ ان هو يعني يتواصل معايا او يحجز موعد ان هو يجي معايا او يجيلي في المكتب عندي واستفيد منه طيب انا هجرب اقوله هنا ما هو موقعكم طبعا الكلام ده مبرمج برضو حياة كلا مكتبنا موجود في الرياضة على طريق الملك سلمان اذا حابب تزورنا الى اخره كيف تبقى اساعدك اكتر طيب ما هو رقم اه ما هو رقم اه تليفونكم او جوالكم هادي رقم الجوال اهوت طبعا ده برضو احنا بنبرمجه تقدر تتواصل معانا وقال له اوقات الدوام الرسمية للمكتب اللي هو يقدر يتواصل معانا طيب انا بقى هاضغط هنا على اي 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 وهاجرب ان انا اخلي اسأله سؤال خارج القصة بتاعتنا دي خالص هقول له مثلا كيفية اهو كيفية عمل اه اه عصير البرتقال اي حاجة خالص كده يعني ايه ما تخطرش على البال ولا ليها علاقة بالقانون خالص اه قال له اعتذر مينك لكن ده مخصص للتسرات القرونية فقط في المملكة العربية السعودية مقدرش ساعدك طيب قوانين المرور او قوانين اه تملك المحلات في مصر برضو احنا قلنا مخصص لبلد معانا معناش داخل ما هيعملوش داخل في قوانين بلد تاني برضو نفس الحكاية انا بقول لك القوانين المعمول بها في الملكة العربية السعودية فقط طبعا برضو العكس لو انا مبرمجه نوة القوانين حسب القوانين المصرية مش هيرد على العميل يقول له لا يعتذر منه ويقول له لو سمحت اسأل اه بشيء يخص ايه اه البلد اللي هم اتبرمج عليه طب دلوقتي انا هجرب ان انا هبعت له رسالة صوتية هفتح بس البرنامج عندي هنا على الموبايل وهجرب ان انا هبعت له رسالة صوتية ونشوف كده اه هيرد عليها ازاي وحيفهمها ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما انتو شايفين اه دي الرسالة اتبعتت اه فهم الرسالة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا انس رد نفس الرد اللي ما بدأناه في الاول خالص اه فانا هسأله برضو سؤال بالصوت ما هي شروط الاستثمار اه لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية وحبعت له الرسالة اه زي ما انتو شايفين فهمها برضو نفس الحكاية فيش اي مشكلة اهلا بك بالنسبة الاستثمار اللي غير السعوديين في المملكة ورد عليه رد مختصر وبردو في الاخر اه اذا ترغب او اقدر ساعدك في اجراءات التسجيل الاستثمار الاستثمار هل تودى حديد موعد الاستشارة فانا برضو هنا هجرب هبعت له بقى ارد عليه نعم اريد اجتماع نعم اريد تحديد موعد وكتبت كلمة موعد غلط برضو زي ما انتو شايفين بس عادي خالص هو هيفهم يبعت لي بردك الالكتروني على جيميل والساعة واليوم والكام ده كله طيب بس يكون بين الساعة تسعة الصباح وخمسة مساء انا هقول له هبعت له الايميل بتاعي هوت هبعت له مثلا انا هقول الايميل وهقول له اليوم يوم السبت او يوم الاثنين ساعة تلاتة عصرا مش هكتب عصرا هكتب تلاتة مساء او هجرب حاجة تانية يوم الاثنين بعد صلاة الظهر لتوقيت السعودية بعد صلاة الظهر يعني هشوف هو هيقول علي ايه او هقول لي ايه بعد صلاة الظهر في الرياض ارد على ايه اللي حدد الموعد بدقة هقول له الساعة اثنين ظهرا طبعا بقى دلوقتي يعني هو محجزليش على جوجل ميت لانا محجزليش جوجل ميت حجزلي هوق زي ما انتو شايفين على زوم المعاد وبشارة وطبعا اوتوماتيك راح تحط عندي في الجدول على حسابي على زوم وهنا عطي لي الكلمة دي عشان الرابط بتاع الاجتماع ودي الباسورد او كلمة المرور اللي هدخل بيها على الاجتماع اذا تحتاج ايه مساعدة تانية او تغييب الموعد اللي تتردد تقول ليه وبالتوفيق ان شاء الله برضو اقدر عادي جدا ان لو انا كملت الشات ان انا اقول له الغي الموعد دوت فهيخش يمسحه على زوم او يغير الساعة بتاعته يغير اليوم فهيخش يعدل على المعاد بتاعي على زوم طبعا برضو في خاصية ان انا ممكن اخلي الموعد ده مدفوع ان خليه ان هو يدفع الاول فلوس للموعد دوت عادي جدا لكن طبعا انا بس اختصر بقدر الامكان فلا انما ممكن يدفع الاول فلوس وبعد ما يدفع حق الاستشارة والكلام دوت يبدأ ان هو يحجز له الموعد على زوم طبعا البوت ممكن بعد كده نضيف له امكانيات كتيرة جدا ان العميل مثلا ممكن يستفسر عن القضية بتاعته ايه اللي حصل في القضية بتاعته يكون البوت دوت او الشات بوت اللي شغال بازقال صناعي دوت مربوط عندي بسيستم العمله او مربوط بقاعدة بيانات اقدر من خلالها ان انا احطى مثلا اسن العميل يقول انا اسمي كزا ورقم جوالي كزا هل ايه اللي حصل في القضية بتاعتي ويرد عليه وتبقى الردود وقتية وسريعة واقدر ان انا اما ارد بسرعة على العملة الحقليين بتوعي او ان انا اكسب عملة جدد وما اضيعش مني العملة طبعا الامكانات كتيرة جدا ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات جاية نشوف بوتات تانية واستخدامات اكتر ولل عندكم ايه استفسار اكتبوا لي في التعليقات او اكتبوا لي رسالة في المكان اللي انتو شفته في الفيديو دوت نشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته